مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غفت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صال لصال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحة وسلامة جاء الله ياربي يوم فيديو جديد على القناة سنوجد كباب تركي او كفتة ديال الدجاجة على الطريقة التركية كاجي اكتر من رائعة وفعلا كتستحق التجريبة خليكم مع المقادير وطريقة التحضير وانا بالنسبة للمقادير انا تنخدم وتنقول لكم في المقادير باش ميجيش الفيديو طويل هنا غادي ناخد واحد البصلة غادي ننقيوها ونخليوليها هادا كراس كما كتشوفو معايا باش يجينا ساهل من اللي نقطعوها وغادي نشل ضوها كما كتشوفو معايا بالنسبة للكمية ديال البصلة كتبقى على حسب الكمية اللي غادي نستعملو ديال الكفتة انا استعملت هنا بصلة صغيرة كما كتشوفو معايا وغادي ناخد واحد الفلفلة تاية نفس الشي غادي ننقطعوها نشل ضوها صغيرة غادي نحيدوها هاداك الباب اللي كتكون للداخل انا استعملت نصف فقط ديال الفلفلة حمرة لانها كبيرة كما اسبق لي وقلت لكم بانه كيبقى بالنسبة الفلفلة والبصلة كيبقى على حسب الكمية اللي استعملنا ديال الكفتة الكمية هنا غير محدودة يعني انتم ما كتديرو دكشي على حسب الافراد ديال الائلة ديالكم هناخدو فلفلة خضراء تاية نفس الشي ونعمل اللي سالينا غادي ناخدو واحد الموس كبير وغادي نشل ضو كل شي باش انه يتقطعو لنا طريفة صغيرة ورين دروري اننا نقوموا بهادي المرحلة هادي بالنسبة للناس اللي ما بغوش يديرو هاد المرحلة بالموس تقدروت تحنوها بالماكينة وكن من احسن بما انا تبعت الطريقة اللي كيديرو الاطراك هما كيديرو هاد طريقة هادي يعني كيكتفيوها بالموس فقط اللي تتخلط لينا البصلة مع الفلفلة كتعطي واحدة رائحة رائعة جربوها وما غاديش تندمو وكن استمرو هاكا تاكن تاكي يولي لنا طريفة صغيرة ورين وهنا غادي ناخدو الكفتة ديال الدجاج بالنسبة الكفتة ديال الدجاج الكيمية غير محدودة يعني هادي تستعملو على حسب الافراد ديال العائلة واستعملت هنا ملعاقة ديال الزبدة وغادي ندخلو اذيك ملعاقة ديال الزبدة في الكفتة ديالنا بها الطريقة هذي كما كتشوفو معايا تكاد ما كتبنش لينا اذيك الزبدة نهائيا وغادي بالنسبة للفلفلة والبصلة اللي اللي شلدناهم كيتلقوا لينا الماء ضروري اننا نحيدوا من هما ذاك الماء نعصروا من زيان تكيتحيد منها ذاك الماء باش ما تجينش الكفتة جارية باش من اللي نجي ونخدموا بها ما تجينش خاسجي قاسحة باش تشد لنا في القطبان ديالنا هنا غادي نديروا الملحة كما كتشوفو معايا وتحميرا اي فلفل احمر او بابريكا كلها واحد وشنو كيسميها وهنا بالنسبة للعطرية اللي غادي نضيف انا ضفتها من عندي يعني هي مكينش هنا هاد العطرية ديال تاندوري كجي رائعة مع اللحم المشوين فعلا صدقوني إلا جربتوها ما غاديش تولي وتستغنى عليها وهاد المعلقة هادي تهية ديال تيكا مصالات هي كجي رائعة في المعالم شاوي بالنسبة للناس اللي بغاوا فين غادي يلقاوها يخليوها ليفتاعها ليقل تحت انا غانا نجاوبهم فين غايقدروا يلقاوها وهنا بالنسبة لهاد الجوج العطرية إلا ما كانوش ما غاديش نستعملو غا نستعملو فقط بابريكا وفلفل الحار فقط وهنا باش نحصلو على ذاك الشكل ديال كباب ديال الاترك يعني خاسنا يكونوا عندنا هاتوك القطبان اللي كيكونوا على شكل يعني شكل ديالهم مرا معروف بما أن انا ملقيتهمش قلت غادي نصاوبوهم في الدار غا نصاوبوهم بهالطريقة كيما كاتشوفو معايا غادي ناخدو ستا ديال اعواد ديال القطبان ديال الخشب وغا نلويوهم في اليمينيو كيما كاتشوفو معايا وكيما مضح في الصورة هنا باش يسهل عليكم انكم تلويوهم في اليمينيو شدوهم بالليساق الاول او سكوتش الاول ومن بعد عاد الفوهم في اليمينيو باش يجيكم اسهل ناخدو ستا ولا سبعة على حسب الحجم اللي بغينا انا استعملت هنا فقط ستا الحجم كيبقى اختياري تقدرو تزيدو تديرو سبعة ولا ستا اللي بغيتو وكنت تمرو هكا تكنديرو الكمبيا اللي بغينا انا هنا كيما كاتشوفو معايا درت الكمبيا اللي بغيت انا هنا وهنا غادي من اللي كنجيو نديرو الكفتة تتلسق لنا شوية في اليدين ضروري اننا نديرو شوية ديالزيت في اليدينة كنستعنو بشوية ديالزيت باش كان باش كتسهل علينا بطريقة انه باش كيبغيش يشدو في الول وكين شوية بشوية تكننحصلو على هاد الشكل هادا وهنا كيما كاتشوفو معايا في الجناب ضروري اننا نقدوهم باش كيجيونا جناب ديالهم مقاددين كنقو معاها شوية بشوية تكن تكننحصلو على النتيجة اللي بغينا كنقاددو الول اعد كنديرو هادوك بحل الزيجزاقات هكا يعني وكيجي الشكل ديالهم بزوين وكنستمرو هكا تكنساليو الكيمياء اللي عنا كاملة انا هنا غادين شوية لشوية ديال الضو انتو ما تقدرو تديرو الى ما كانش عندكم شوية ديال الضو او ما قدرتوش ديروه للفاخر تقدرو تستعملو غال مقلاغ فوق النار تدينوها بشوية ديال الزيت وطيبوهم تاو ما كيجيو رائعين وهناك نقدموهم بصحة وراحة ضروري ان انا نقدموهم مع شوية ديال بصلاة مقطعة وشوية ديال الربع فعلا صدقوني انو كيجيو رائعين ما كيجيو رائعين خصصا الى ديرتو فهم هذوك العطرية يعني في اعلان هذوك العطرية مع المشاوي كيتوتاو بشكل رائع وبالنسبة ذلك العطرية الى ما كانوش يعني لا داعي اننا زعما ما ما كاينينش من ديروش لا يعني انا زيتهم اما الكباب التوركي هما كيديرو فقط فلفل احمر وفلفل احمر الحار والملحة فقط يعني ما كيديروش هذو العطرية انا درتها لانه كجيو رائع مع المشاوي وكنقدموهم بصحة وراحة كنتمنى انو يكون استمتعتو معي في هذا الفيديو ويجبكم ونخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله ومع السلامة اشتركوا في القناة